مزيد من المتابعة في هذه التطورات وآخرها معي هنا في الستوديو محرر شؤون يمنية في سكايلوز عربية فواز النصر فواز مرحبا بك معنا قبل أن نتطرق لمسألة إسقاط الصور الصاروخ الباليستي والرد الأمريكي ما الذي نعرفه عن حال وضع السفينة الشحن الأمريكي اللي تم استهدافها وإجبارها على تغيير ما صارها بداية السفينة طبعا كانت قادمة من خليج عدم باتجاه مضيق باب المندب وعند وصولها إلى قبالة السواحة اليمنية خصوصا المنطقة الواقعة بين محافظتي لاحج وعدن 57 ميل من عدم باتجاه باب المندب طبعا الحوثين تحدثوا مع هذه السفينة أنه تغيير مسارها وبعد ذلك أطلقوا صاروخ وأدى إلى إصابة هذه السفينة طبعا بحسب التقارير تفيد أنه تحالف حارس الازدهر يقوم بمساعدة هذه السفينة بعد إصابتها يبدو أن الإصابة ليست كبيرة لكن بمعنى أنه خلال الساعة أو خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك في اليمن أحداث حافلة وارتفعت حتى وطيرة الهجمات الحوثية خلال الساعة 24 الماضية نتحدث أن الحوثيين أعلنون عن اطلق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه المدمرة الأمريكية وباتجاه القطاع العسكري التابعة أيضا لتحالف حارس الازدهر في جنوب البحر الأحمر وقالوا أنهم أصابوا طبعا عدد من القطاع العسكري بينما البين الأمريكي نفى وقالوا أنه تم إسقاط صاروخ بالاستي وإسقاط أيضا عدد من طائرات المسيرة التي كانت قادمة من اتجاه واحد وهم يقصدون هنا قادمة من اتجاه مناطق سيطرة الحديدين وتحديدا من جنوب البحر الأحمر ربما اطفقت هذه من محافظة الحديدة أو من محافظة حجة لأن أي عملية باتجاه جنوب البحر الأحمر أو اتجاه القطاع العسكرية هي تنطلق من عادة من هذه المناطق بالمقابل الجيش الأمريكي تحدث عن سلسلة من الغارات نفذها وكانت تمثل تهديد وأن هذه الأهداف التي تم استهدافها كانت تمثل تهديد على حركة الملاحة وأيضا في إطار الدفاع على النفس لكن الغارات أيضا كانت في الحديدة وفي محافظة صعدة مع قل حدين في محافظة صعدة تركزت الغارات في مديرية باقن هذه المديرية طبعا تتقاسمها الحكومة اليمنية والحوثين هي مديرية على حدود المملكة العربية السعودية يبدو أن هناك كان نشاط للقوى الصاروخية وبالتالي تمسي داف ربما مخزن للصواريخ في تلك المنطقة لأنها منطقة جبلية وبالتالي يتواجد فيها أيضا أنفاق للحوثين منذ فواز لا يزال البريطانيون والأمريكيون على الخصوص يكافحون حتى في جمع وتوفير المعلومات الاستخباراتية عن طبيعة المخزون لدى الحوثيين مدى انتشاروا إلى أي مدى إيران لا تزال تقوم بإمدادهم بالأسلحة أم أن هناك أسلحة تنتج داخليا ومحليا إلى أي مدى هذا الفشل الاستخباراتي أو الثغر الاستخباراتي لا تزال معيقا في العمليات دعني وضح لك هذه النقطة فيما تتعلق بالقدرات العسكرية ونتائج الضربات الأمريكية منذ الثاني عشر من يناير عدد المنصات الصاروخية التي تم تدميرها والتابعة للحوثين وهي منصات صاروخية متنقلة 35 منصة صاروخية هذا بحسب تقرير رفعة من المجلس العسكري الحوثي لزعيم عبد الملك الحوثي هذا بحسب مصادر يمنية هذا لا يعني أن هذه 35 منصات صاروخية بأن الحوثين فقدوا جز كبير من ترسانتهم العسكرية هي منصات صاروخية قصيرة المدى ومتوسطة المدى هناك أيضا منصات صاروخية بعيدة المدى من الصواريخ التي تطلق مثلا على مدى على مسافة من 1500 إلى 2000 كيلو لكن هذه القدرات العسكرية الحوثين لديهم قدرة كبيرة وقدرين على مواصلة الهجمات ولو لفترة طويلة هم يستغلون الظروف السياسية لتنفيذ تلك العملية هم يدركون أن الولايات المتحدة غير قادرة على الدخول في مواجهة مفتوحة وأيضا يدركون أن المملكة المتحدة غير قادرة على مواجهة مفتوحة بسبب أولا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التصويت من الكونغرس وأيضا بنفس الوقت أن الإدارة الأمريكية قادمة على انتخابتها وبالتالي هم يصعدون من عمليتهم ويدركون أن الولايات المتحدة ضعيفة استخباراتهم في اليمن الترسانة الصاروخية هي لا تتواجد داخل معسكرات في معروفة وداخل هناجر في هذه المعسكرات لدى الحوثين ترسانة عسكري في منشاءة مدنية منذ حتى يما كان هناك حرب ما بين الحكومة اليمنية والحوثين وإضا بدعم من تحرف الدعم الشرعية إذن الحوثيون حتى اللحظة استخدموا جزء من هذه الترسانة لكنهم وبنفس الوقت وفي ظل هذه المواجهة هناك عملية تصنيع بل أن إيران أرسلت أضعاف القطعة ما كانت ترسله أيام الحرب مع الحكومة اليمنية الآن هي رفعت من وطيرة عملية تهريب السلاح إلى الحوثيين رتفع منسوب أيضا للإنتاج في ورشة تصنيع ورشة تصنيع لا تتواجد داخل معسكرات كانت تابعة للجيش اليمني في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح إنما ورشة تصنيع تتواجد في منشآت مدنية تتواجد في داخل أحياء سكنية وبالتالي صعب على الولايات المتحدة مهاجمة هذه الورش لكن هناك ورش طبعا في المعسكرات التي هي محصنة نتحدث عن المعسكرات أربع معسكرات هي عبارة عن داخل هذه المعسكرات أنفاق جبلية وبالتالي حتى الضربات الجوية الأمريكية هي كانت تدمر بوابات الأنفاق لا تصل إلى المخازن التي داخل هذه الأنفاق لكن يحتاج الأمر عندما يتم تدمير بوابات الأنفاق يحتاج الأمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في إعادة فتح هذه الأنفاق وهناك خسار بشرية ونتيجة الضربة التي كانت في صنعها وعمرها مصادة شكرا جزيلا لك فوز نصر محرر شؤون اليمنية في سكاينوز عربية